أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل أوعى تفقد الأمل أرشاليم كان فيها بركة اسمها بركة بيت حسدة يعني بيت الرحمة كان الناس المريضة زي العمي والعصم والعرك وكل مرض تتخيلوه كانوا يبقوا حوالين البركة دي لأن فيه ملاك ينزل أحياناً ويحرك مياه البركة واللي ينزل الأول يشفع على طول داخل المسيح في المكان ولقى إنسان مريض بقاله 38 سنة واضح إنه كان مشلول المسيح قال له عايز تشفع تعرفوا المريض رد على المسيح وقال له إيه قال له مش لاقي حد ينزلني في البركة بمجرد ما الملاك يحرك المياه في حد ينزل قبلي تأملوا في سؤال المسيح وإجابة المريض المسيح بيقول له عايز تشفى المفروض يرد يقول إيه أيوة لكن المريض كان بيرد ويقول إيه ما فيش إنسان يرقيني في البركة المسيح شاف إنه عنده أمل في الشفاء لأنه بقاله 38 سنة بيحاول المسيح شاف الجزء الحلو اللي في الراجل ده اللي هو إيه؟ الأمل صحيح الراجل ده عايز إنسان يساعده لكن المسيح بجلالة قدره بيسأله علشان يساعده المسيح قال له أوكي قوم احمل سريرك وامشي فقام في الحال الشخص المشلول اللي بقى له 38 سنة ده مشلول وحمل سريره ومشي محتاجش عليك طبيعي؟ لا احتاج حاجة تانية؟ لا بكلمة واحدة من المسيح قام وحمل سريره وكله بقى تمام عزيز المشاهد أنت لو عندك مشكلة زي إدمان تدخين حلاقات غير سوية مرض معين حاسس إنك مربوط بالحاجات دي ومش عارف تتفك منها وحاولت كتير إن حد يساعدك وفشلت المسيح بيقولك أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ لو عندك المشكلة دي ما تقولش أنا هروح للمركز الفلاني علشان يعالجني لو عندك مثلا إدمان وأنا بشجع العلاج من أي حاجة بالطب ربنا برضو موافق على الطب بس المسيح هو سيد كل الطب اللي فشل الناس فيه بيعرف يعمله ما تقولش أي حاجة تانية تعال كده قرب للمسيح وقل له يا رب يسوع المسيح أنا بطلب منك أنا عندي المشكلة الفلانية والمشكلة العلانية حل هالي لأنه هو ما فيش حد تاني بيعرف يحل المشاكل غير الله الظاهر في الجسد لأن المسيح اللي هو عنده الحل هو الحل إذن المسيح هو إيه؟ تعال كده وقول معي المسيح هو الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة